خلاكة اثنين واحد. مساء الخير. اهلا بكم في اولى حلقات صالون تفكير احتفالا بمرور خمسين عام على وفاة طاق وحسين. احنا بنحتفل يعني بالخمسين سنة على مدار الاسبوع ده وكمان الاسبوع الجاي هيبقى كل يوم في محاضرة. يعني تقريبا كل يوم في محاضرة. الاسبوع هنبتدي المحاضرة محاضراتنا النهاردة ان شاء الله بدكتور عماد عبد المسيح. في البداية احب بقدم دكتور عماد. هو مش اول مرة يشارك معنا طبعا في محاضرات صالون تفكير وهو شارك معنا قبل كده كتير. هو دكتور عماد عبد المسيح قسيس بروتستانتي وبحث في الفلسفة السياسية والدين والمجال العام. شاركت بعض الاعمال مع الاخرين منها الحقيقة والوهمة في علاقة الدين بالمجال العام. بقى صادر بالهولندية. ولو كتاب في الدين والديمقراطية باللغة الانجليزية. ومهتم بالدراسات البينية بين اللهوض والفلسفة والدراسات الدينية. وهو حاليا في امستردام بيبرس في الجامعة هناك. احنا النهاردة ان شاء الله هنبتدي المحاضرات بتاعتنا بمحاضرة بعنوان الانبياء والتاريخ طه حسين. نبزة سريعة يعني او فكرة سريعة عن المحاضرة. مناسبة زي ما قلنا خمسين سنة على وفاة طه حسين. في الف وتسعمائي ستة وعشرين لما اصدر كتاب في الشعر الجاهلي وصارت الدجة الكبيرة على الكتاب. الاستخدام ومنهج الشك في البحث. وبدايته من التشكيك بقى في الشعر الجاهلي والشعر المنسوب يعني لشعراء جاهليين. ومنها بتده يشكك فيه وغود الشخصيات زي ابراهيم واسماعيل. هل هي شخصيات حيائية فعلا. وهل مدام ذكرت في القرآن تبقى شخصيات تاريخية. ومن هنا هياخدنا دكتور عناد ان شاء الله للبحث بقى في المجال ده. هل ضروري ان انا ادخل في منهج ان انا اتأكد واتثبت من وجود الشخصيات دي تاريخيا علشان اؤمن بيهم وعلشان الامان. وده اللي هيجاوب علينا ان شاء الله دكتور عناد النهار. اتفضل دكتور عناد. شكرا استاذ اسماء وشكرا الاستاذ جمال عمر ولسالون تفكير. وشكرا للسيدات والسادة الحضور جميعا. الانبياء والتاريخ وطاها حسين. هو كان يحب طاها حسين مش طاها حسين. يعني كان يعني يعلق ولا يقبل طاها حسين هذا النطق يعني. وكان دائما يفضل النطق طاها حسين. فالانبياء والتاريخ وطاها حسين. هل التثبت التاريخي بمناهج التاريخ الحديثة من الانبياء شرط ضروري او امر حاسم او هو المحك للإيمان الديني؟ هذا هو السؤال اللي سنحاول معا ان نتلمسه. ربما لا نقدم اجابة ولكن نتلمسه معا تحت هذا الانوان الانبياء والتاريخ وطاها حسين. في ثلاث محاور للكلام. الاول هو يعني نظر عامة على احد كتبه وهو الكتاب نول الرئيس الذي اثاره دجا وهو كتابه في الشعر الجاهلي. الارتباطه بموضوع الانبياء والتاريخ وفي نقضه لما يسمى الشعر الجاهلي. ثم اه ادخل اكتر في المحور التاني في الانبياء والتاريخ وتاريخ اللغة العربية الدتاها حسين حسين. ثم اخيرا او ثالثا اشير بسرعة حوالين نفس الفكرة عن الانبياء والتاريخ ولكن فيه تراث اللهوط الغربي عن يسوع الناصري والتاريخ في اللهوط الغربي. المحور الاول وهو نظر على كتاب طه هسين في الشعر الجاهلي وارتباطه بموضوع حديث عن الانبياء والتاريخ وعن اه اه هذا السؤال الذي نطرحه هل هذا التثبت التاريخي لازم او ضروري او هو المحك او الامر الحاسم بالنسبة للامان اديا. في عام 1926 نشر طه هسين كتابه الاشهر في الشعر الجاهلي. في هذا الكتاب كتاب الشعر الجاهلي قدم طه هسين طرحا على خلاف المألوف مؤداه ان الشعر الذي يقال او يسمى يقال عنه او يسمى الشعر الجاهلي هو لا ليس من الجاهلية في شيء. بل هو بتعبير طه هسين منتحل انتحالا. يعني اه او مش شعر جاهلي ولكن اه اعطي او لقب او 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 وضع عليه هذا الاسم منتحل انتحالا. وهذا الشعر اضيفة فيما بعد يعني ما بعد حتى ظهور الاسلام اضيفة لأسباب تتعلق بالسياسة والعصبية القبلية وايضا لأسباب دينية وايضا او يدعم او يزين بها القصاصون والرواة حكاياتهم ومروياتهم. كان من اه الشائع ان من يروي رواية ويقص قصة ان يزينها ببعض الابيات من الشعر. وقد لجأ ايضا الرواة والقصاصين الى نحل هذا الشعر الملقب بالشعر الجاهلي واسناده او اضافته الى اسماء من الشعراء الجاهليين. الحج الرئيسة في ذلك التي يقدمها طاه قصين بان الشعر الذي يسمى بالشعر الجاهلي هو شعر منحول او منتحل انتحالا. هو انه هذا الشعر مكتوب بلغة عربية هي التي نعرفها الان وهي لغة القرآن. فهو يرى ان هذا الشعر كتب فيما بعد الاسلام. بعد القرآن كتب وعلى ما يذكر ويقولت حسين في عصر بن امياء وعصر بن العباس. وانه جاء بنفس اللغة وبنفس الالفاظ وبنفس التراكيب وبنفس بحور الشعر التي كانت في ذلك الوقت. ولو ان هذا الشعر هو بالحقيقة يعني منسوب او يعني شعر من الجاهليين لكان اتى الينا بلغات مختلفة وبلهجات مختلفة تلك التي كانت عند قبائل العرب في تلك الحقبة ما قبل الاسلام التي تسمى بالعصر الجاهلي. ولكن على العكس جاءت يعني هذه الاشعار او هذا الشعر الجاهلي جاء بنفس اللغة التي وضع لها القرآن نوع من المعيار او القياس. سناتي هذه يمني لاحقا الى هذه النقطة. يرى طه حسين ان هذا المعيار او هذا القياس للغة القرآن التي اتى به الشعر الذي يسمى بالشعر الجاهلي هو جاء بلغة قريش لا لغة القرآن العربية بلغة قريش بلغة ولهجة قريش التي فرضتها الدولة بتعبير طه حسين فرضتها الدولة الوليدة القوية مع الدين. من هنا بدأت اللغة العربية كما نعرفها الآن وكما هو شائع وننطقها ونقرأها ونعرف قواعدها. قبل ذلك فيما يرى طه حسين لم تكن هناك اللغة العربية كما نعرفها الآن إلا في قبيلة قريش. وامر آخر يرى طه حسين ان لو ان هذا الشعر بالحقيقة يعني هو شعر من الجاهليين لأتى إلينا يعني محملا بعدات وتقاليد واعتقادات دينية وصور الحياة الاجتماعية في الجاهلية ولكن لا نرى ذلك كما يرى طه حسين يعني ان الشعر يحمل لنا هذا هو يحمل لنا بالتقريب نفس المفاهيم الدينية التي كانت شائعة فيما بعد ظهور الاسلام. في هذا الكتاب او يعني الى هنا الى هذه النقطة طه حسين لا يقدم تاريخا للأنبياء لا يؤرخ ولكن هو هي الملاحظة الاولى التي يعني اود ان اقدمها هو يقدم تاريخا للغة العربية وادابها ليس معنيا بالمقام الاول او في المقام الاول بان يقدم تاريخا للانبياء هو ليس لاهوطيا ولا يعني يقوم بدراسة تاريخ الانبياء في المقام الاول ولكنه معني بتاريخ اللغة العربية وادابها. رغم اهمية هذه الملاحظة انها ليست كافية الان في السياق حديثنا عن تاريخية الانبياء لانه ايضا طه حسين يشتبك ولو يعني بدرجة قليلة يشتبك بين او يعني يشتبك بين التاريخ او يشتبك مع التاريخ والانبياء في حديثه عن اللغة العربية. ويعني ليس في المقام الاول يتحدث عن تاريخ الانبياء هو معني بتاريخ اللغة العربية وادابها ولكن في هذا السياق في تاريخ اللغة يشتبك بعض الشيء مع تاريخية الانبياء وهنا انتقل الى المحور التاني. يعني الانبياء والتاريخ وتاريخ اللغة عند طه حسين. على الرغم من انه تاريخية الانبياء او دراسة تاريخية للانبياء ليست هي الاهتمام الاول عند طه حسين الا انه بسبب يشتبك مع اللغة او يشتبك مع تاريخية الانبياء بسبب المرويات السائدة بان اللغة العربية تعود الى اسماعيل الذي جاء الى مكة وتعلم اللغة العربية ثم صارى ابن للعرب. نحتاج الى بعض التفصيل في هذا. انا اقتبس بعض او جزء قصير جدا من طه حسين. يقول طه حسين للطورات الكلام هنا في سياق معين هو في تاريخ اللغة في تاريخ اللغة العربية وادابية. للطورات ان تحدثنا عن ابراهيم واسماعيل وللقرآن ان يحدثنا عنهما ايضا. ولكن ورود هذين الاسمين في التورات والقرآن لا يكفي لاثبات وجودهم التاريخي. فضلا عن ان اثبات هذه القصة التي تحدثنا عن او تحدثنا بهجرة اسماعيل ابن ابراهيم الى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها او نشأة العرب المستعربة فيها. طه حسين في الشعر الجاهلي مطبعة دار الكتب المصرية الف تسعمية ستة وعشرين صفحة ستة وعشرين. هنا الاشتباك بين تاريخية الانبياء وتاريخ اللغة. يطرح طه حسين هذا يعني الاشتباك. وهو يشكك في المرويات السائدة. يعني كل ما يعني يقال عن هجرة اسماعيل الى مكة ونشأة العرب المستعربة. هو يراها انها رويات. وبعد كده ابتلت سطور يسميها اسطورة. كانت قريش على استعداد لقبول هذه الاسطورة. بعد ذلك ستطرين ثلاثة. فهو لا يرى ان او تاريخية وفق المناهج الحديثة على هذين الاسمين او غيرهما. يعني على وجه التحديد خلينا اقول الاسمين دول. دلال تاريخية على هذين الاسمين ابراهيم واسماعيل. وهجرة اسماعيل الى مكة. وتأسيس اللغة العربية او آآ. العرب المستعربة. ايه السياق؟ شوية ده نوع بقى شوية من التفصيل حوالين السياق. طبعا العبارات صادمة. آآ انه آآ وجود وورود هذين الاسمين في التوراة او في القرآن. آآ لا يعني ابدا وجودهما او لا يكفي الاثبات هذا التعبير طاح وشعين. لا يكفي الاثبات وجودهما التاريخي بتعبير صادم يعني او قد يكون. لكن كما ذكرت في الملاحظة الاولى انه لا يتحدث يعني مبدئيا عن تاريخ تاريخ الانبياء ولا يؤرخ الانبياء ولا يقوم بدراسة تاريخية عن الانبياء ولكن هنا هو بصدد تاريخ اللغة العربية. تاريخ العرب. علشان كده يجي السؤال ونجاوب عليه بقدر بسيط من التفصيل حوالين السياق هنا اللي كان بيتكلم عنه او بيتكلم فيه. هو في فصل كامل بيبدأ من صفحة اربعة وعشرين الى صفحة واحد واربعين تحت عنوان الشعر الجاهلي واللغة. تكلم عن تاريخ اللغة. تاريخ اللغة العربية. وزي ما معظمنا يعرف حيث يعني من الشائع حسب الرواة وما هو يعني شائع. ان هناك عرب يعرفون بالعرب العربة ومساكنهم بتعبير طالح حسين مساكنهم اليمن والعرب المستعربة ومساكنهم الشمال في الحجاز. اللغة العربية كما نعرفها بدأت مع يعني كانت موجودة حسب الروايات أو حسب الرواة عند العرب في اليمن في حمير. ثم تعرب اسماعيل في الشمال عند بعد حجرته. ويقول طالح حسين ان اسماعيل كان اولا من نسي لغة ابائه اللغة الارامية وتعلم اللسان العربي. واصبح ابا او صار ابا للعرب المستعربة او العدنانية في شمال او مساكنهم في الشمال في الحجاز. النقطة التي يثير اعطاها حسين ان العرب الذين يقول عنهم الرواة انهم العرب العاربة في اليمن سواء حمير وسباء وما لم تكن لغاتهم العربية. هذا ما يقوله طالح حسين. فالعرب العاربة الفاعلين للتعريب اللي عندهم العربية لم تكن لغاتهم اللغة العربية. وبتعبير ويوردوا نصوصا من النصوص المكتشفة في اليمن تعود الى ما قبل الاسلام يعني يشير فيها او يدلل بها على ان اللغة العربية لغة القرآن ولغة الشعر الجاهلي واللغة التي نعرفها الان انها اللغة العربية لم تكن هي لغة حمير. ويقول بالنص انه الفارق بين حمير بين اللغة العربية وحمير هو نفس الفارق بين اللغة العربية والارومية او اي من اللغات السامية الاخرى. هي لغتان مختلفتان. وبالتالي فكرة انه فيه عاربة ومستعربة يشككوا فيها طه حسين. وينقل الكلام هنا عن اسماعيل اللي هو بحسب الرواة ابو العرب المستعربة وبيقولوا انه ما حصلش ما كانش فيه. لا يوجد اثبات تاريخي وفقا لمناهج التاريخ الحديثة تؤكد ان اسماعيل بالفعل هاجر الى مكة وانه اه تعربة هناك او استعربة اه اه وتعلم العربية. لا يوجد اثر اه تاريخي يؤكد هذا اه ما يقوله اه الرواة هذا الشأن. ده السياق اللي بيقول فيه طه حسين الكلام ده. ده السياق اللي بيقول فيه اه اه عن اه ابراهيم واسماعيل. فهو لا يناقش مبدئيا التاريخ. اه صحيح هو اشتبك مع التاريخ. لكن من منظور تاريخ اللغة العربية. تاريخ اللغة التي لا يرى فيها ان مسألة ان اسماعيل ابو العرب المستعربة ابو عدنان او العرب العدادنة او العدنان. ليس هناك ما يؤكد ذلك تاريخي. طيب اذا لم يكن هناك يعني هذا الصلة المدية بين العرب واليهود او هو لا ينكر ان وجود علاقة. لكن هو ينقل العلاقة بحيث انه يعني لا يجد ما يبررها او يسوغها من اه التاريخ الحديث اه الاثار اه اه يعني اه اه اعلم الاثار والنقوش. لا توجد اسانيد لذلك. يقترح امر اخر او يرى امر اخر في ذات الكتاب. يقول واقتبس. فاما الصلة الدينية. مش لازم تكون صلة تاريخية. مش لازم يكون اسماعيل هاجر وتحول الى العربية. فاما الصلة الدينية. فثابتة واضحة. فبين القرآن والطورات والانجيل اشتراك في الموضوع والصورة والغرض. كلها ترمي الى التوحيد. وتعتمد على اساس واحد. هو هذا الذي تشترك فيه الديانات السماوية السماوية. هو لا ينكر الديانات السماوية. ولا ينكر المسألة دي. نص المكتوب المنزل. لكن النقطة دي. لا مانع من تكراري اقرأ. هو يتحدث من زاوية تاريخ اللغة العربية. فيما يقوله الرواة العاربة ويميزون بين العاربة والمستعربة. وان المستعربة هم اساسهم اسماعيل. هو لا يرى ان ذلك تاريخيا. لكنه ينقل هذه الصلة التي قبلتها قريش ونقلها الرواة الى صلة معنوية. الى رابطة معنوية. هي رابطة دينية. يعني ثابتة واضحة. صلة دينية ثابتة واضحة. كلها ترمي الى التوحيد كما يقول وتعتمد على اساس واحد هو الذي هو هذا الذي تشترك فيه الديانات السماوية السماوية. ولكن هذه الصلة من من وجهة نظر الذين يعني روجوا الى هذا النسب او هذه العلاقة المادية يعني اسماعيل. يقول ولكن هذه الصلة الدينية معنوية عقلية بالنسبة دينية. عقلية معنوية. تؤسسها الديانات السماوية والمشترك بينهما. وهذا واضح. لكن يقول بالنسبة لهم يحسن ان تؤيدها صلة اخرى مادية ملموسة او كالملموسة بين العرب واهل الكتاب. ما لا مانع من ذلك. كما يقول طاه وسين. طاه وسين في الشارع الجاهلي صفحة سبعة وعشرين. اذا يربط طاع حسين او ينقل هذه الرابطة التي تدولها الرواة والقصاصين انها رابطة يعني مادية ونسب من اسماعيل الى رابطة دينية عقلية معنوية. يؤكدها وحدة المشترك او المشترك من اسحاء واسماعيل ووجودهم التاريخي. لكن احب اضيف برضو من وجهة ناظري كثيولوجين ايضا في هذا السياق يسوعد ناصري والتاريخ في اللهوت الغربي. مع الحركة التنوير في الغرب دي والسؤال العقلي ومناهج البحث التاريخي احنا هزين نشوف التاريخ هو ما نجده مكتوبا او منقوشا او يعني تؤيده الاثار. بدأ البحث عن يعني تاريخ او تاريخية النصوص او القصص الكتابية الواردة في الانجيل مثلا. وكان اول من قام بذلك على الاطلاق هو هيرمان ريماروس 1694 ل 1768. هو اول من تناول الانجيل بالمنهج التاريخي الحديث. وفي رأيه في النهاية يعني يرى انه يسوع يسوع الناصري كان يعني ثائرا سياسيا وكان يعني صاحب رؤية سياسية ضد الرومان ولكن لسوء الحظ قتل. انتهت طموحاته بانه قتل. فهو من التاريخ يرى انه كان موجودا وانه كان صاحب حركة سياسية او كان له طموح سياسي على وجه التحديد او التعبير الذي يراه هيرمان من ريماروس انه يقول انه اراد ان يتحدث عن انه ملك اسرائيل هو الله وليس الرومان. ولكن هذه الدعوة عن مملكة الله بدلا من امبراطور الرومان الامبراطور الروماني اودت به الى القتل. كانت طبعا مش بقول تاني محاولة يعني ما كانش فيه لكن الاشهر او الاكبر. البرتش فايتسر وهو يعني الاتنين دول المان. وكتب كتابه الاشهر البحث عن يسوع التاريخي. وده كتاب مشهور يعني جدا. the quest of the historical jesus. وكان مدفوع بانه وفق التاريخ الحديث انه يعيد بنا يعني سيرة ذاتية ليسوع الناصري. لان وجد ان يسوع الناصري من خلال نص الانجيل يعني مغطى بتعبيرات الايمان ويعني بسرديات الايمان. ولا يستطيع ان ينفذ الى يسوع التاريخي داخل هذه السردية الايمانية. فكان يعني مشروعه ان يكتب يكتب سيرة سيرة يسوع الناصري التاريخي. the historical jesus. وكتب هذا الكتاب محاولا انه يقدم يسوع التاريخي. اشير التالت محاولة هم الاثنين دول من محاولة من داخل الارث المسيحي والمحاولة التالتة من داخل الارث اليهودي. وهي يعني واحد حديث مولود في الف تسعمائة وسبعة عشر وتوفى في سنة الفين وهو ديفيد فلوسر مولود في فيينا لكن في النهاية هو مات في يعني في الشرق الاوسط. ومن تراشه اليهودي حاول التنقيب عن يسوع التاريخي. مين هو يسوع؟ التاريخي بعيدا عن السردية الايمانية في الانجليز. ايمانية المسيحيين. ورأى ان يسوع الناصري كان يعني انسانا يهوديا من ميلاده الى موته بتعبيره. من المهد الى اللحت كان يهوديا ده تعبيره على وجه التحقيق. يهوديا مثاليا معلما لحياة البر. طبعا فيه تفصلات دي مجرد يعني اشهارات سريعة. لكن هذا هو يعني الكويست. السؤال البحثي او البحث عن يسوع التاريخي في الارث الغربي. هناك محوالات كثيرة لكن دول الاشهر. وما اريد يعني ان اوجهه او يعني انبر عليه انه حتى لو هنا اكتشف يعني الثلاث محوالات على الاقل ان لم يكونوا وصلوا الى السردية الايمانية ومن خلال يسوع التاريخي لم يقروا او لم يعني يقولوا السردية الايمانية المسيحية بانه السردية الايمانية المسيحية وفقا للانجيل انه يسوع هو الله متجسدا. هو الكلمة الله التي القاه الى مريم الكلمة الازلية. حتى لو تثبت لدينا يسوع التاريخي فان التاريخ لا يستطيع او ليس في مقدوره ان يقدم لنا السردية الايمانية ان يسوع هو الكلمة التي القاه الله الى مريم. هو الابن الازلية او كلمة الله الازلية. علشان كده السؤال الاولاني هل التثبت التاريخي بالمناهج التاريخية الحديثة هو يعني المحكة هو الشرط للاعتقاد الديني. اجابت هتكون لا. لا هو الضروري ولا هو يعني المحكة في الاعتقاد الديني. حتى وان اثبتنا تاريخيا بمناهج التاريخ. انه كان يوجد النبي الفلاني او الالاني. فانه ليس في مقدور التاريخ ان يبرهن لنا على ان هذا النبي او هذا الشخص الذي اثبتنا تاريخيته قد تلقى وحيا. هذا امر يعني في موراء التاريخ. وبالتالي اه سواء في مقدوري التاريخ ان يثبت او لا يثبت في تقديري ان الايمان له السياق المعرفي الاستمولوجيا الخاصة به. وانه يفرض نوعا اخر من المعرفة. لا تمكنها الاثباتات التاريخية. فلو اثبتنا انه يسوع الناصري زي ما عمل المؤرخين او البحثين عن يسوع التاريخ. وليه يسوع التاريخ في التاريخ. لكن عمرهم هيقولوا انه هذا الاثبات التاريخي يصل الى السردية الدينية اللي موجودة في الانجليل. عشان كده يصبح هناك تعبيرين مهمين في الفكر اللهوتي المسيحي. انا ممكن نتكلم عن يسوع التاريخي. يسوع الناصري التاريخي. لكن كمان الانجليل يقدم مستيح الايمانة. the christ of faith. مستيح الايمان. فاللهوتي المسيحي عمل الفاردة بين الاثبات التاريخي وما بين سردية الايمان في الكتب المقدسة. jesus of history and or the christ of faith. اختم بمفهوم تاني يقدمه الفكر اللهوتي. انه ان لم نكن يعني بالاثباتات التاريخية او لا تستطيع الاثباتات التاريخية ان تقدم لنا الكثير فيما يتعلق بالتثبت التاريخي من الانبياء. لكن اتقدم او الفكر اللهوتي في الغرب اقدم فكرة تاريخ الخلاص. هما يعني طلعت في المانيا بدو الجماعة اللاهوتين الالمان دول يعني عاملين شغل كويس. تاريخ الخلاص. تاريخ الخلاص. انه لا يستلزق في الخلاص او الدين او بالتعبير الاسلامي النجاة او القصة الايمانية وسعينا الى النجاة او الى الخلاص. هذه سردية وحدها لا يشترط فيها التاريخ بمنهج الحديثة. وهذا ما يقصد ما يقصد دي الهليس جيشهشتا او تاريخ الخلاص. لو ان السؤال اللي بدأنا دي هو اذا كان هذا يعني التثبت التاريخي ضروري. فيعني اود ان اختم انه في ضوء هذا الحوار او في هذا الكلام ان تثبت التاريخ بمناهج التاريخي الحديث ان تجد نقشا او اه كل هذا يعود الى التدوين عصر التدوين وهناك احداث فيما قبل عصر التدوين وتنقلها الينا الكتب المقدسة. فان هذا ليس اه ضروريا هو ليس ليس المحق في اه مسألة الايمان الديني. فالايمان الديني له نسق المعرفي الخاص. واشكره. اه شكرا لحضرتك دكتور عماد. وشكرا لحضرها القيامة. اه اللي حاجة اتكلمت فيها اتكلمت في تلات محاول رئيسية. علشان لو كان في حاجة دخل متأخر تبقى معنا. اه على نفس العينش. اه حضرتك كنت بتتكلم على اه كتاب في الشعر الجاهلي والمنهج اللي طاوحسين استخدمه. اه للبحث في اه اصل الشعر الجاهلي. وانه طاوحسين كان بيقدم في الاصل تاريخ للغة العربية وادبها وليس ولم يكن معنية بتاريخ الانبياء نفسهم. باتباخية الانبياء نفسهم. وآآ حضرتك لكن الاشتباك ده حصل بسبب آآ المرويات اللي بتنسب في اللغة العربية الى اسماعيل بعتباره او ابو العربة. آآ وحضرتك نقلت برضو آآ على المحور الاخير كان آآ محور مهتم به آآ تثبت من تاريخية برضو يسوع الناصري. هل ده سبب كيف للإيمان ولا هل ده سبب يعني 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 الإيمان ولا لا. او حضرتك ذكرت كتب آآ مهمة في المحالة دي اللي اقم بها في الفيديو الغربي آآ كتب آآ كتب آآ بتدرس تاريخية يسوع الناصري. آآ وفي الآخر حضرتك توصلت لانه ليس من الضروري تثبت تاريخية وجودهم للمؤمنين بيهم. شكرا جزيلا على المحضرة وهنفتح الباب للأسئلة. احنا بنا استاذ خالد عالي رفع ايدو. تفضل. مساء الخير على الجميع. شكرا دكتور عمد على المحضرة القيمة. آآ سؤالي هو آآ هل يوجد اختلافات في المنطلقات الفكرية ومناهج البحث والنتائج آآ التي آآ يتم التوصل إليها بين الباحثين الغربيين اللي تعرضوا لتاريخية آآ يسوع أو آآ تاريخية الانبياء بشكل عام ووجودهم الحقيقي أو المختلق والنتائج اللي وصلوا للمجتمعات وصلت لها نتيجة وجودهم. قال يوجد في اختلاف آآ بين ده كله وبين محاولات الباحثين العرب في الخوض في نفس المواضيع يعني حد مثلا زي كمال صليبي لما كتب البحث عن يسوع آآ سيد الامني في الأسطورة والتراث آآ هل في اختلاف المنهج؟ وهل عندهم آآ هل كانت النتائج اللي وصلوا إليها آآ بتعبر عن حرية في البحث؟ هل يمكن مثلا أنه كان حد فيهم آآ يصف يسوع بأنه آآ آآ فائر أو آآ أنا أتذكر أن أنا شفت الكتاب زمان بيوصف فيه بأنه كان قطع طريق كمان أو أنه حد يتعرض لفكرة أنه آآ آآ النبي موسى ما هوش آآ شخص واحد وإنما كان فيه أكتر من نبي موسى وآآ وأنه مات مقتول وكذا. الاختلاف بين المنهج الغربي والمنهج الشرقي أو العربي عندنا آآ بما يحمل ذلك من اختلاف البحث واختلاف النتائج. شكرا. شكرا جسيلا. هل تحب تاخد الأسئلة سؤال سؤال ولا أجمع أسئلة معينة؟ شكرا جسيلا دكتور خالد أخد بعد إذنك أستاذة أسماء السؤال ده. آآ تفضل. أوكي. في الغرب البداية كانت حركة التنوير الأحداثة يعني فارق كبير آآ بدأت بطرح الأسئلة آآ التي لم يكن أحد يجرؤ على طرحيها آآ يعني قبل ريماروس محدش فكر في فكرة تاريخية ياسوء آآ ياسوء الموجود في الإنجيل. آآ لكن بدأ ريماروس ومن جاء بعده بالطرح الأسئلة عن تاريخية ياسوء آآ آآ لكن لأن الجو في العام فيما بعد آآ يعني آآ أثناء وخلال آآ 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 كان آآ الحرية وآآ يعني ما حدش هيقول لألبرتشفايتسر أنت كاتب آآ 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 كان الجو آآ آآ العام يسمح بذلك بل في من هم أكثر من 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 فرتشف فايزر في نقد آآ آآ معجزات ياسوء يعني آآ يعني آآ آآ أه ونشأت حركتين آآ كبار نقضيتين آآ من الإنلايتنمنت للفكر المسيحي واحدة كان اسمها نقد العالي وهو نقد بلا خشية يعني ممكن تقول اللي انت عايزه أن موسى مش موسى طبعا السفر أيوب ما كتبوش أيوب هو مكتوب قبل كده وهو نوع من المروية التي يعني أعيد تنقيحها عدة مرات مثلا وسواء النقد النصي أو نقد الشخصيات أو في حركة كانت حركة حادة ولم يكن أحد يعني يعني يقول أنها حركة يعني يوقفها أو يرفع قضية تحريم وأنه يطارد القائلين بها قضائيا أو الفارق أنه ده ده في في الغرب وحركات للكتاب المقدس وكانت بحرية شديدة جدا وطبعا الوضع ده تغير فيما بعد بعد الحروب العالمية والأولى والتانية وابتدى المسائل تترجع تاني إلى درجة مختلفة بالنسبة المناهج المناهج عندنا فيها نوع من الحدة ونوع شوية وهذه يعني بشعر أنه الناس اللي بتنتقد يعني بنوع من فيها تباهي كده أنه يعني أنه عمل حاجة عمل مع أنه الناس بتدرس بتقدم دراسة يعني بتعمل بجهد بحسي لكن فيه ناس بتتباهي أنها تستطيع أنها تنتقد ما هو يعني القائم والثابت والثابت بين قصصين يعني مع أنه من ناحية الأخرى الجو الحرية لا يعني لا يسمح بالكثير من ذلك فهناك يعني كما نعلم جميع يعني التكثير والملاحقات القضائية والآخر يعني فيه اختلاف بس أرى بشكل عام أنه ما يقدم في الشرق يعني هو صورة ما وليست صورة ما من مناهج النقد في الغرب صورة وقد تكون باهيتة أشعر بذلك من النقد في الغرب أنا أرجو أن أكون تمام شكرا شكرا جزيلا شكرا لحب طيب معنا عيفون وتريد باهيت مساء الخير دولي أنا ولا حد تاني آآ أتفضل أستاذ باهيت أستاذ أيوة أستاذ عماد هل ده شغل طه حصين ده كان درس علمي صحيح يعني هو ما كانتش دراسة نقدية أكتر من أنه هو كان بيدرس تاريخ اللغة بس وما تطلق إليه ده وليه معاه كده من ناحية اللينجويستيك من ناحية اللغة يعني فهل الأفكار بتاع طه حصين ما كانتش يعني طه حصين لم ينشأ من العدم هل كان فيه مشاريع في اللحظة دية اللي أنتك فيها طه حصين هذا الكتاب كانت بتتكلم عن هذا الموضوع فأصبح فيها أن طه حصين بقى نتاج هذا الكلام أشكرك طبعا الأستاذ أسمع هي اللي بتدير بس عندي سؤال شكرا شكرا سؤال تاني كنت حسأل الدكتور عميد حابب ناخد أستاذ بهاء ومعضين الدكتور أكمل ناخد السؤالين مع بعض حضرتك مديرة الجلسة وأنا تحت أمرك حل ستفضل أستاذ بهاء سؤال حضرتك التاني السؤال التاني أن شخص فارد اسمه إسماعيل ينتج هذا الانتاج يعني الرجل ده كان بيتكسر إزاي يعني ديئة برضو ما تراحتش يعني علامة استفهام عند إزاي فارد واحد يعمل هذا التكسر وينشأ العرب المستعربة يعني ديئة برضو عليها علامة استفهام رهيبة يعني فانتعارف ديئة تفسيرها إزاي بضاية الوقت يعني من ناحية التكاثر يعني هو حتى لو كان أرنبا مش هيعمل هذا التكاثر دوات يعني شكرا شكرا لحضرتك بها بها ممكن ناخد سؤال دكتور أكمل وبعد نحن بدك تجاو سؤالين 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 شكرا أنا بها كنت عايز استوضح سؤالية من دكتور أماد كلامه عن مسيح الإيمان والمسيح التاريخي يعني المهتم يعني بالنقطة دي عايز أشوف يعني لو يدينا بعض التفاصيل حوالين ده أنا أعتقد لو أنا فهم صح هو ده يعني كان الرضي الكنسي على الدراسات التاريخية يعني أو المقابل اللهوتي للدراسات التاريخية دي فمهتم معرف يعني الكنيسة عملت مع الموضوع ده ازاي من ناحية الفكرية وإيه بالضبط مفهوم المسيحي المسيح الإيمان قابلت بالمسيح التاريخي شكرا شكرا دكتور عفو تفضل دكتور عمد أستاذ بهاء كان عند سؤالين شكرا السؤال السؤال العوراني للأستاذ بهاء أو يعني خلينا أبدأ من السؤال التاني حوالي إسماعيل والتكاثر نفس السؤال ممكن يوجه إلى آدم يعني هو آدم كان إيه علشان كل يعني تقريبا سبع مليار دلوقتي هو نفس السؤال يعني دي أجيال وأمم بتنشأ ولكن السؤال الأولاني الأولاني عن هل كان فيه شغل قبل طه حسين كان فيه شغل بدأ من عصر التنوير في أوروبا والعقلانية الراشناليزم و المدارس التاريخية المختلفة و فكرة أنه التثبت التاريخي معناه وفق منهج التاريخ الغربية أنك تلاقي حاجة مكتوبة عن الحقبة عن الحقبة اللي أنا أدرسها ألاقي بردية أو ألاقي تمثال منقوش عليه حاجة أو ألاقي عملة متداولة في تلك الحقبة فعليها صورة وعليها كتابة فأنا أقدر هنا أعرف وكان دي المناهج اللي هو بيدرس التاريخ المدون بالطرق المختلفة على الورق والبرد والحجر كل أنواع التدوينات ده التاريخ المدون كلمة تاريخ في الغرب معناها إحنا عندنا تدوينات وبندرس هذه الحقبة من ما دون أو ما دونوه يعني أهل هذه الحقبة عنها ده كان يعني مناهج دراسة التاريخ القديم يعني التواريخ القديمة وحياة القديمة عند الحداثة الغربية فده الشغل اللي كان موجود الحقيقة وده المناخ اللي كان موجود وكان فيه يعني مارجليوت مارجليوت ده كان واحد من أساد طاع حسين تقريبا وهو كان كتب مقالة برضو عن الشعر الجاهلي وعن نقد فيما قبل طاع حسين وكانت منشورة في المجلة الأشيوية أفتكر كانت حوالي 30 صفحة وكان فيه طبعا لا يوجد خطاب من الصفر يعني ما فيش واحد بتبقى الفكرة بسيطة عند حد الأول وبعدين حد بيتطورها وبعدين حد بيتطورها فكانت الشغل ده كان موجود ويعني مطروح بشكل عام حوالين الاقتراب التاريخي من النص الديني من الشخصيات الدينية من هذا الإرث الديني كان موجود شكرا سؤال ده 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 دول لكن بالنسبة لفكرة التقاصر وشمعيل وأنا قلت برضو السؤال ده ممكن يجي على آدم 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 إحنا سبع مليار ومن آدم يعني ولكن كمان في أسئلة عن تاريخية آدم يعني لما بتكلم يعني أنا قلت ذكرت أنه التثبت تاريخي من المناهج اللي أشارنا إليها دي ليس حاسما بالنسبة الإيمان أنه من البشر من آدم والآخر لكن إحنا ما عندناش أي إمكانية من التثبت التاريخي من آدم أي إمكانية هو ما قبل عصر التدوين ما قبل عصر كتابة لا يستطيع أحد أن يدعي أنه في الإمكان وفق هذه المناهج التثبت من آدم يعني يعني عشان كده كل الأجزاء دي من الكتب المقدسة أو التوراة أو الكتاب المقدس في الأصحات الأولى ويمكن أعود إلى الدكتور خالد الأصحات الأولى من واحد إلى حداشر من سفر التكوين يعني يطلق عليها الدارسون للكتب المقدسة يعني للنص الديني هو مش هستوري بمعنى المعنى ذا أنه تستطيع التاريخ ولكن بيسموه يعني تاريخ مبدئي تأسيسي تكويني ولكن يعني لا نستطيع ليس في مقدور التاريخ أن يسعفنا بإثبات هذه الشخصيات بإثبات آدم مثلا لا نستطيع أن نجد شيء كتبوا آدم حتى يعني تذكرت الآن يعني أنه طه حسين أشار في كتابه برضو في الشارع الجاهلي أنه في قصيدة كان الرواة يستشهدون بها وهي قصيدة كتبها آدم في رثاء ابنه الذي قتل وده طبعا إلا أنا نتخيل أنه ليس من الممكن أن نقع يعني يعني أن نقبل أن آدم كتب قصيدة والقصيدة تدولها أو تنقلها الرواة يعني هذا بعيد تماما عن أنه يعني يكون معقولة شكرا جزيلا ده سؤال دكتور أكمل حول يسوع يسوع الإيمان و يسوع التاريخ ومسيح الإيمان هو ده الفارق أو التعبيرين يعني أصيغوا في اللهوت المسيح الغربي أنه أنه صحيح حتى ولو أمكن التأكد والتثبت من يسوع الناصري من أثار في بلاد فلسطين ومن كتب المورخين اليهود في عصره و والآخره هذا التثبت التاريخي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقول لنا أن يسوع الناصري هو كلمة الله الأزلي الذي تجسد وأنه مات وقام بين الأموات كما في الكتب ولا يستطيع أن يقدم لنا المروية الإيمانية يعني ممكن يقول لنا أنه كان في يسوع الناصري لكن لا يستطيع أن يقول أكثر من ذلك أكثر من ذلك تقدمه سردية الإيمان التي جاء بها الإنجلي عشان كده أيضا في اللهود بنقول أن الكتاب المقدس النص الإنجلي خطب من إيمان لإيمان يعني from faith to faith هو نص مكتوب من رؤية إيمانية يقبله شخص يقبل هذه الرؤية الإيمانية from faith to faith المسألة التاريخية لا تقدم ولا تؤخر هنا يعني آه تمام أنه نستطيع مثلا أن نثبت أن محمد ولد في قبيلة قريش وأنه عاش في قرن السادس قبل الميلاد بعد الميلادي حتى لو أمكن ذلك حتى لو أمكن إثبت ذلك تاريخيا لا يمكن للتاريخ أن يقول أنه تلقى وحيا من جبريل وأن جبريل نزل عليه ويعطاه القرآن مفرقا أو منجما وآخره هذا أبعد من التثبت التاريخي هذا أبعد من التثبت التاريخي وهذا يعني ما يعني يدع أو دعا الفكر اللهوتي الغاربي أن يعني يقدم هذا التمييز بين رواية الإيمان التي يحملها الإنجيل أو سردية الإيمان التي يحملها الإنجيل عن يسوع المسيح وبينما يمكن أن نجده في التاريخ عن يسوع النصري مرة بس هو مرة يمكن سنة سبعة وتسعين أو تمانية وتسعين قابلت الدكتور حاسم حنفي في اسكندرية في مناسبة معه وبعدين قال لي بص هو لو في كم مليار واحد في العالم بيؤمنوا أن يسوع هو الله يبقى يسوع هو الله أو بيتكلم إن وجد المنهج الظاهراتي يعني إذا في ثلاثة مليار في العالم أو وتبر يعني بيؤمنوا ويشوفوا يسوع الناصري إنه هو الله فهو الله لو كان فيه مليار ونص بيؤمنوا إنه محمد هو النبي يبقى يعني استخدم في التعبير ده المنهج الظاهراتي إذا تبدى وإذا ظهر وإذا اقتنع ثلاثة مليار بني آدم واعتقدوا أن يسوع هو الله وصلب ومات وقام فهو الله إذا فهو من وجه نظر يعني ظاهراتي يعني مش هارف يا دكتور أكمل أنا وصلت لحد النقطة اللي أنت عايزها ولا أنا رحت في حتة تاني لا 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 يعني أنا فهمت فهمت بس أعتقدت برضو في حاجة دكتور أكمل تتكلم على رد الكتاة تقريبا في النقطة دي بص هو ردود الكنيس يعني ردود الكنيس أو يعني في فرق بين يعني دايما المجتمعات الأكاديمية والكنيس الناس اللي بتروح تصلي يعني نفس الحكاية في الجوامع يعني فيه ناس بتروح تصلي وتسمع خطبة الجمعة ولا لها في الفق ولا في التفسير ولا في تاريخ الفق ولا ولا الكلام ده ولا النسخ والمنسوخ ولا فيه ناس بتروح تصلي ما هو فيه ناس يعني على المستوى الأكاديمي حصل هذا الجدل وحصل هذه المقترحات من التاريخ الخلاص الذي لا يعني يعني بجانب التاريخي أو بالأصحات الأولانية من سفر التقويل باعتبره يعني مش لا تاريخي بمعنى يعني بمعنى أنه فلسو بمعنى أنه لننتبه إلا بمعنى إمكانية التثبت غير متوافرة آدم إمكانية التثبت غير متوافرة لكنه شخصية محولية في القصة الكتابية في الرواية الدينية فهو هذا التاريخ التأسيسي هذا التاريخ المبدئي فردود الفعل في المجتمع الأكاديمي مشت على هذا النحو أما في المجتمعات يعني الناس اللي بتصلي فالناس بتصلي بالمعتقدات الدينية تمام شكرا لحضر دكتور عميد ناخد شادي وبعد كده جميل ممكن تعمل أنا الحقيقة استمتعت جدا بحضرة الدكتور عماد وصراحة أنه المذهب الطبيعي هو مذهب وخلاني فهو يعني يمكن بيواجه الأرش الزكسية الفكرية اللي هي معروفة يعني يعني مليئة يعني بحاجات غير عبرانية حاجات كتير غير عبرانية فيها فأنا دايما يعني من بداية صالون تفكير وإحنا بنقش في الإشكالية دي حتى مع صديق الأستاذ جمال عمر ودايما بيقول أن شرط يكون نتثبت من موضوع تاريخيا لأنه حقيقة ثقافية زي ما هي فعلا الناس معتقدة في ذلك فإحنا بنتعامل مع الوعي الثقافي حتى لو كان الوعي ده مش موجود على الأرض الواقع يعني الوعي ده ما كانش موجود أساسا تاريخي المناهج التاريخية الحديثة بتنكر وجود الأنبياء دي فهل ده هل ده يشكك في إيمانيات الناس يعني هل الناس هل الناس تعتقد لابد من وجود الأنبياء دي حقيقة أو على أرض الواقع أو تاريخيا عشان نؤمن بكلمة الله هو ده السؤال المحوري يعني محمد أحمد خلف الله كتب الفن القصصي في القرآن يعني وأن نفسه بيجاوب على الفتاب الفن الأديان عبارة عن فن الأديان عبارة عن تمثيليات عن أمثال كلها وحتى القرآن نركز عن نقطة دي ضربنا لكم الأمثال الأمثال هي مجرد ضرب خيالي لوصول للحق يعني إذن هل هل الله أو الرب حينما يخاطبك بتمثيلية هل هذا يعني أنه إله كاذب لا حشا لله يعني الأستاذ جمال عمر دايما قالها قال أنا أمي كان بتقول لي ما تروحش الترعى يا جمال عشان في جنية ممكن تشد رجليك هو بيقول كلام أمي ده حقيقة وجدانية وشعورية بتشكلها ذات هي خايفة علي فهل هل المثل اللي ضربته ربة البيت اللي هي الرب بساعتها هل ده مثل يعني أنقص جمال من الغرق أنقصه من الغرق فإذن ليس كل فن هو كذب الفن هو حقيقة وهو حق فإذن عندما نقول الرب يمثل لنا الأمثال بهؤلاء الأنبياء فليس من الضروري أن يكونوا ظهروا في التاريخ ليس من الضروري وهذا لا يقضح في إيماننا به لأن كلمة الله خلق وكلمة أم الأستاذ جمال كتخلق برضو وكلمة نجيب محفوظ في السيد أحمد عبد الجواد كتخلق له السيد هذا خلق خلق شخصية أكثر من الواقع فإذن إحنا دايما الإشكالية نستهين بالفن القصص الفن والقصة والحكاية والأسطورة هي خلق ويمكن أن تصل بها إلى الحق والحقيقة دايما داخلتي وأشكرك دكتور عمال شكرا يا سادي شكرا يا سادي آآ طيب جمال تفضل هو أنا آآ لم نشفت إن آآ شادي رفع أو طلب الكلمة رفعت إيدي على طول عشان يعارف إنه هيدخلني في الموضوع فأنا بمنهج الشك بتاع دي كارت اللي نقلو اللي نقلو طاعة حسين مش طاعة حسين آآ بشكك في استمتاع شادي بالمحاضرة لإنه دكتور عماد جاوب في النهاية إنه مش شرط مش شرط أن يتحقق تاريخيا لصحة الإيمان المؤمن بيؤمن لإنه رسالة إيمانية وطبعا شادي مش هيعجبه الكلام لإنه هو عايز ما فيش أدلة تاريخية على الناس اللي موجودة فده كله مكلام ملوش أي شيء يعني كفاية عن شادي أولا أنا بشكر دكتور عماد على المحاضرة وبحييه وبشكر إيمان أسماء على الإدارة وبشكر إيمان على تصميمها للبسترات للموسم وعايز أن ناغش الدكتور عماد شوية مناغشات دكتور عماد طبعا هو دايما بيعلمنا من منطلق إنه ما وصلت إليه البروتستانتية وإحنا ممكن نمشي فيه يعني الاتجاه اللي إحنا ممكن نمشي فيه فأنا عايز ناغشه في نقطتين النقطة الأولى اللي هي خاصة عندينا إحنا بقى يعني في تجربة نحن إنه طبعا طاح سين لما هو بينتقل بيحاول ينقش السردية السائدة برغم إنه هو بيتعامل مع مسألة اللغة وما كانش لهوتي بيفحص فيه تاريخية الأنبياء إلا إنها يعني الأمور متصلة مجرد إن انت يعني شفنا محمود شاكر قعد فراشله الملاية سنين طويلة علشان دفعنا عن الشارع الجاهلي وهكذا فنرجع تاني للسردية عندنا بقى فسؤال الدكتور عماد السؤال الأول خاصة بالسردية المسيحية عندنا في ثقافتنا إحنا كمان يعني ليه العقبة اللي موجودة في ثقافتنا للانتقال بنقد برضو ليه السردية المسيحية عن الأنبياء وعن الترف ليه ما حصلش عندنا هذه النقلة تأثيراً وتأثراً بيه اللي حصل في أوروبا من ناحية نقد الكتاب المقدس ورواياته والآخر اللي حضرتك ذكرت الحاجة التانية اللي هي تخص بقى السردية عند المسيحية لأنه برضو إحنا طاحسين في جزئية معلوش يعني أخرج شوية على الموضوع أو طول شوية يعني إنه مارجوليوث اللي كتبوا ما ثبت لناش إنه طاحسين أرى قبل ما إيه قبل ما يكتب لأن اللي كتبوا طاحسين في الشهر الجاهلي هو المرحضرات اللي كان بيديها في سنة 25 في الجامعة المقالة بتاعة مارجوليوث ثلاث شهور قبل نشر الكتاب بتاع طاحسين فإنه تتنشر هناك وتوصل لطاحسين وطاحسين يطلع عليها ويتأثر بيات لكن طاحسين هي ديها النقطة هي البعض شارك في مؤتمر للمستشرقين سنة 23 فلما راح شارك في المؤتمر لقى الأوروبيين ده هم تنزلين تقطيع في تاريخهم وخصوصا بقى التاريخ اليوناني القديم والتعاون معها فهو حاول تأثرا بجو المؤتمر بتاع المستشرقين ده هود هو بينقل نفس الأمر وبينقشه عندنا لكن برضو هيجي السؤال تاني إيه هي بقى المعوقات عندنا حتى في حالة السردية الإسلامية يعني شادي ذكر مجموعة أمثال رسالة خلاف الله في سنة سبعة واربعين عن الفن القصصي في القرآن الكريم وكتاب حتى عالي عبد الرازي برغم أنه لا لهوتي ولا هو دخل في الموضوع بس برضو يعني يعني يعتبر في نظر المتدينين أنكر معلوما من الدين بالضرورة أن الخلافة ديت يعني مش أصل من أصول الدين أظن سؤالي هو ليه عملية النقد عندنا إحنا في ثقافتنا عجزة أطبعا في حدة بقى أنه ما فيش حرية أكاديمية زي ما موجودة في الغرب بس إحنا برضو ممرناش بعصر تنوير ممرناش بعصر إصلاح ديني يعني يسأل في الأمور دي عندنا بس هل فيه معاوقات تنية من وجهة نظر الدكتور عماد آآ شكرا 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 جميل تفضل دكتور عماد إحنا عشان هنرجع الآيفون بكده فممكن حردكت أخذ المداخلة بتاعت جميل بكده نرجع الآيفون شكرا آآ أسمح لي أستاذ جميل آآ أعود إلى الأستاذ شادي الثانية واحدة آآ طبعا آآ يعني هو ذكر آآ تعبير الأسطورة آآ هو تعبير الأسطورة تعبير مظلوم شوية عندنا باعتباره يعني مرادف للخرافة وآآ يعني كذبة يعني موضوع كذب في كذب يعني وخرافة آآ ولكن يعني هو فكرة هو 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 ألها يعني أن هي سردية تحمل ليس من الضروري يعني أن تكون كل عناصرها عناصر تاريخية ولكن المعنى فيها حقيقي للوجود البشري ده الميث الميثولوجيا واستخدمت لهوتيا أو استخدمها لهوتيين آآ ده يعني زي رودف بولتماند أستاذ في جوتينجن كان يعني طبعا هذا كلام ده في الستينات وده هذا البعنى أنه حتى لما نصف سردية دينية معينة بأنها سطورة هذا لا ينتقص دينيا من هذه السردية أو من هذه القصة لكن حتى إن لم تكن كل عناصرها تاريخية بالمعنى التثبت التاريخ اللي بنتكلم عنه لتزال هذه السردية فلد لها رسالة صالحة للحياة البشرية يعني معنى يهمنا ونافى وصالح للحياة البشرية أروح للأستاذ جميل المعوقات يعني بخلاف الحريات الأكاديمية هو البيئة المحافظة بشكل عام يعني يعني إحنا بنميل إلى التقليد بشكل عام وإلى المحافظة سواء في السياق البسيح أو في السياق الإسلام يعني والنقد الديني بنخشاه سواء الطرف مسيحي أو الطرف مسلم لألا يستخدمه الآخر في أنه الطرف الآخر رويته غير صحيحة وكاذبة والعكس أيضا بالعكس فأعتقد أنه هناك يعني تركيبة نفسية محافظة بشكل عام في المسائل الدينية وتصل أكتر من محافظة كمان شوية إلى يعني نقلية يعني وأحياناً راديكالية يعني أكتر شوية من محافظة وبعدين هو يعني إحنا مجتمع بسيط مسالم يعني حب الرواية البسيطة النبي الفلاني وعمل كذا وإحنا بنتعلم القصة وإحنا بنتعلم القصة تمام على كده ما حدش يجيب أي يلعب في مخينا وقلنا أن دي ما فيهاش تاريخه ودي ما فيهاش حصلت شو دي معناها كذا ودي معناها كذا فعندما يعني أراد بعضنا أن ينقل هذه التجربة النقدية وكانت معطاها حسين 1926 وكانت محاضرات هي ده زي ما ذكرت حددك هي كانت محاضرات في الجامعة المصرية وطبع قتبت أخيرا ونشرط 26 معناها أنه هو من سنين بيدي هذه المحاضرات يعني في العشرينات وكانت هذه أول نقلة ويعني نقضية في التاريخ في التراث والأدبي وعلى آخره وتمت محاضراتها وأنا شايف في البرنامج في النهضاوي الأخير يبقى كبير يمكن النهضاوي الأول والأخير مثلا الذي حاول أن ولم يتمكن ولم يتمكن فكان هناك حسر دايما فيه آليات زي يعني التهم بالمروق عن الدين والكفر ودي شيء لا يعني طبعا كل الناس حساسة من أنه يتقال عليها كده إذا كان عندها رغبة في التناول وهو ليس كفر ولا حاجة يعني التناول النقدي وده ما فيهاش حاجة عيب لكن هناك تخوفات من يعني الملاحقات أو الوصف والوصن بالمروق والكفر والأخير وأشكرك شكرا دكتور عمان شكرا دكتور عمان ناخد آيفون بس أنا أسفر بس فيه اتنين آيفون وفي آيفون كتب عليه فاللي تكلم لكده كان هو نفس الشخص ولا لا فرقاء شخص يكتبوا أساميك ودعا علشان ما نتلخبط اتفضل آيفون اللي رفع ايده محمد مدحس آآ اعمل أمني لو انت محمد آآ ان الأصل الرجعي ان الكتابة بأصل الرجعي آآ كانت واضحة آآ واضحة ولا لا يعني ان هذا النص اتكتب في زمن لاحق وتم نسبه إلى زمن آآ آآ سابق عليه ريكرو 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 برسبيكتب يعني زي هل نقدر نقول ان احد النتائج بتاعته هو ان هو اثبت ان هناك كتابات بأصل رجعي انا 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 مفهمتش هو على الصوت رايح من عندي مش عارفة عن مشكلة عندي الكلام خاص بتاع حسين يعني اه لو تسمح يعني عيد السؤال تالي السؤال هل تاع حسين اثبت في الدروس التاريخية البحسية بتاعته عن اللغة ان الكتابات التي وصلت الينا كتبت بأصل رجعي اي انها كتبت في زمن لاحق عما نسبت اليه هو كده مش بأصل رجعي هو كل يعني اللي بيتراحه طه حسين في الشعر الجاهلي هو ان الشعر الذي يعني ينسب ينسب الى شعراء الجاهليين الجاهلية يعني هو يعني كتب في فترات لاحقة وتحط عليه او اضيف الى اسماء من الجاهليين من الشعراء الجاهليين يعني نوع من التلفيق يعني يعني اتكتب يعني مثلا ممكن اكتب كتاب دلوقتي واكتب عليه تأليف العقاد كويس والعقاد ما كتبوش ولا حاجة ده الكتاب مكتوب في 23 والعقاد مات سنة مش عارف كام لكن ده بيسمى انتحال اه واضيف اه طبعا يجي واحد بعد كده يقول ان الاسلوب ده اللي مكتوب بالكتاب المنسوب الى العقاد مش لغة العقاد ولا مفردات العقاد ولا التركيب اللغة العقاد ده اللي عمل طاعة وشايد انه اه اه يعني تناول نقديا اه بالدراسة النقدية يعني اه الشعر المنسوب الى شعراء جاهلين اه عمر بن اه عمر بن كلسوم والاسماء الشهيرة دي نعم وامرأ 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 ابن ابي الصلط ومش عارف مين الناس المعلقات وانه شاف ان هذه اللغة اللي تكتب بيها هي لغة لاحقة ما كانتش موجودة في الجاية في العصر المقبل الاسلام لكن كلها مكتوبة ومن اماكن مختلفة ومكتوبة بلغة ولهجة قريشة التي يعني كتب بها القرآن وجاءت بعد ووضع نوع من يعني المعيار للغة العربية أصبح فهو مش يعني بأثر راجع هو يعني اتكشف عن أن هذه الأشعار مكتوبة لاحقا تقريبا في عصور الدولة الأموية الخلافة الأموية والخلافة العباسي كمين ولش الدكتور عمد هي بس الكاميرا عند حديثك مقفولة حديثك اللي قفلتها ولا هي قفلت لوحدها لا أنا قفلتها دقيقة كده يعني لا صاحت أنا اللابتوب بيشحن فأنا حطيت بيفصد يعني بيخف عاشحن شوية لا أنا فتكرت هي بس براح تكلع للا في الحال شكرا دكتور عماد أعتقد ده كده أجاوب على سؤالك أستاذ محمد وعندنا سؤال رغض في حابة تسأل دكتور عماد عن اعتبار النسق معرفي آخر بتطلب من حضرتك تعرف لنا المعرفة بحالة دي الحضرت تعتبر النسق معرفي آخر طب ايه هو تعريف المعرفة في الحالة دي يعني يعني سؤالك كويس يعني سؤالك كوش آآ هو النسق معرفي بيبدأ بالإيمان آآ بأنه النص اللي موجود هو نص آآ يعني مختلف هو نص إيماني وبيفرض نوع من المعرفة احنا بنبتدي بالخلق مثلا بنعتقد في الخلق والخلق ده بنعرفه من بنقول العالم مخلوق ده احنا عارفنا عندنا معرفة انه احنا خليقة الله والعالم مخلوق احنا خدنا هذه المعرفة من مروية سفر التقوين وما يسويها وما يوازيها من نصوص الخلق في القرآن والكتب المقدسة مفيش حاجة نعرف من ان احنا خليقة وتخلقنا الا من النص المقدس تمام لكن احنا بنستخدمها وبالنسبة لنا هو معلوم ومعروف من المعرفة بالضرورة يعني طبعا فيه التطوريين وخلافه ولكن احنا عندنا نص معرفة ان احنا بشر وربنا خلقنا وبنسعى الى رضا وبنبعد عن الشر والإثم ونقترب من الخير والبرد احنا عندنا بنقول مثلا احنا لما نعرف ونتثبت نؤمن كويس ده الحداثة واللي احنا بننقش دولوقتي عايز تثبت تاريخي عشان اقبل وا اؤمن القديس من القرن الرابع تقريبا قال لا هو يعني طبعا هو ما بيحورش الحداثة هو بيقول قبل الحداثة هو بيقول لا انا اؤمن لذلك اعرف هو بيبتدي من الايمان الايمان يشكل ناس اقام معرفة ان ايمان بالخلق نفسه بفكرة الخلق ان نحن مخلوقين بيفرض يعني ابستمولوجيا علينا ان بنتصرف بطريقة معينة ولنا الطموحات معينة وبنفهم التاريخ بشكل معين فعندنا ابستمولوجيا معينة لا تشترط يعني التثبت التاريخي من حاجات كتير التثبت التاريخي من ادم مش عايزينه ولا حتى يعني هدي حضرتك ايضا مثل ان نحن بنؤمن بكتاب مثلا بنعتقد انه ونؤمن انه موحى به وموحى به من الله هذا لا 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 تثبت تاريخي في ذلك لا تثبت تاريخي في ذلك هو ايمان وهو نسق معرفي لكن كمان هذا الكتاب الموحى به من الله من المفترض النسق المعرفي هذا يعني الايماني اننا نوطيع فنحن بنرتب حياتنا على هذا ما نعتقد انه كتاب يعني موحى به فنرتب حياتنا فيشكل النسق المعرفي ده ما اقصده يعني بالنسق المعرفي بعيدا عن المدخل الحداثاوي او الحداثي يعني شكرا يا دكتور عمان ممكن نقول ان في اخر كده هو الايمان هو حاجة حاجة شخصية يعني انفرش وهي مش ايمة على اي على اي حاجة ملنوس يعني مش ايمة على ادلة ملموسة او مرئية مش بازل واحد يبقى عنده حاجة يقدر يثبتها بمنهج علمي علشان يوصل في الاخر لحاجة يؤمن بيها ان الامان فيها ذاتية جدا وحاجة نفسية كمان حاجة ويبدأ اكتر منها اي حاجة هل ممكن كده يعني اه يعني 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 طبعا تأثيرها على الذات الانسانية على النفس الانسانية واؤمن بهذا الكتاب يعني اذا كنت امسك بالانجيل او بالتوراة او بالقرآن اؤمن بهذا الكتاب انه موحا به وان له مصدر سماوي وبالتالي هو ليك يعني ليك شخص بسه هو ايضا يقص يعني من يؤمن به بنفس الكتاب يعني من البشر فنحن تحت هذا الالتزام يعني مش شخصي بمعنى يعني انا بس يعني مش انا بس مش مسألة نفسية شخصية ولكن هي مسألة ايضا اكثر من ذلك تخص من يعتقد معي بالمصدر السماوي لهذا النص او لهذا الكتاب كمين يعني معلش عايز ازود حتة هنا قبل من ياخد مداخلة استاذة نجلة طب ما هو هنا يحصل يعني هيحصل صراع حضرتك عندك بحاجة معينة ممكن لان انا بقى اخط المنحة بقى العلمية فانا مش مؤمنة بها فهيحصل صراع لان في الاخر احنا هنحتاج لحاجة مستمدة من الكتاب المقدس فعشان كده لو هي حاجة شخصية ده بيبقى الى حد ما يعني حل مريح او اللي هو يعني 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 عايز اقول ختام كويس للتجربة الايمانية دي كل واحد حر يؤمن باللي هو عايز يؤمن دي بس ما يفرده ش علي لا يعني انا مقصدش افرده بالتعريف الدين لا يفرد الدين بتعبير علي ابن ابي طالب ما وقر في القلب يعني ما يستقر في القلب ده لا يفرد لا يستطيع احد ان يفرد قناعة قلبية يعني على الدين لا يفرد القناعة لا تفرد القناعة القلبية الدين لا يفرد الدين فقط ان تتكلم عن ما تؤمن به وتسمع ما يؤمن به غيرك وما يستريح اليه ما يستريح اليه الضمير القلب ده ما كان يعني انا حب علي ابن ابي طالب يعني في حاجات كتير لو كل الروايات بمناسبة التاريخ والنقدة التاريخي لو كل الروايات التي ترد عن علي ابن ابي طالب صحيح هيكون هو فيلسوف كبير جدا 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 انا انا قبل بس ما ناخد سؤال بتاع استاذ نجلة ومشاهدي برضو هي من المداخنة تاني انا كنت عايزة اسأل سؤال بس عشب الوقت مايرحش وانا مسألتش انا عايزة فرضنا ان كان منهت فهو حسين يعني اتقابل المنظرية بتاعته او المدهج اللي درس بي الشعر الجاهلي ده استمر كنت نوصل لأي دلوقتي كان ممكن نكون وصلنا لأي ماذا يعني المنهجية استمرت معنا كان ممكن نوصل لأي في نقدنا بقى للكتب المقدسة عموما في العالم العربي مش بتكلم طبعا على أي حاجة تعدني في العالم العربي سؤال لحضرتك ممكن تجاوبوا بعد ما ناخد سؤال لأستاذة نجلة عشان هيرفع ديها بقى لها شوية ممكن ممكن هو ببساطة طبعا هو مسألة النقد في الغرب أيضا يعني مشت بمراحل كتير ولم تعود يعني بهذا الشكل اللي بدت عليه في 1700 و1800 النقد مر بمراحل كتير وعلى أي حال حتى المنهج الديكارتي تغير ولم يعود سائدا في الفلسفة والحداثة كلها يعني تغيرت إلى ما بعد الحداثة وما بعد الحداثة فالمسألة بتتغير يعني حتى لو كان منهج طه حسين في الشك والديكارتي كان مقبولا أو قبل في وقتها لا أيضا جرت أمور أخرى كثيرة يعني هو الفكرة في المرونة في القبول يعني أنه داء الكذا فتعرض لما تعرض له لو كانت الأمور مشت كانت كل الأمور دي برضو بتتغير من وقت للتاني تمعين شكرا حددك دكتور فضلي أستاذ نجلة شكرا مساء الخير على الجميع شكرا أستاذ عماد لهذه المحاضرة الشيقة جدا أنا سؤالي أستاذ عماد حول تمييزك بين الدين التاريخي والدين الإيماني الدين التاريخي طبرت أنه يجب أن يختلط بالدين الإيماني الدين الإيماني هو تصديق دون خجة لا عقلية ولا تجربية ما عشناه نحن المسلمون أخيرا من أعماء ما صدر عن داعش وغيرها التي اعتبرت أن الكتاب القرآن وما جاء فيه يجب أن يطبق بحذافيره فكانت تقطع الرؤوس وتقطع الأيدي وإلى غير ذلك من تلك الشراء التي الموجودة في القرآن الكريم حسب رأيك لو أن الإيمان هذا التصديق بصورة الذي لا يحتاج إلى حجة عقلية هو يحتاج فقط إلى أن نصدق دون أن نبحث له عن حج هل ما زال في عصرنا الآن ما زال بمعنى وبعد الأحداث التي حدثت عن هذا الإرهاب الإسلامي الذي انتشر حتى في الغرب وفي غيره بهذه الذهنية بمعنى أن النص الديني هو نص يجب أن نصدقه وأن نطبق شرائعه كما نزلت هي بدون أن نبحث عن حجج عقلية أو عن حجج تاريخية ألسنا في حاجة الآن إلى هذا الدين التاريخي حتى ننسب هذه الإطلاقية للحقيقة الدينية لأن الراهن برهن على أن الإيمان ما أطلقت عليه حضرتكم هذا الإيمان الذي يفوق العقل عليه أن يتعال عن العقل أن يتعال عن التجربة بالنسبة لنا نحن المسلمين قد أودى بناء للهاوية وشكرا جزيلا أستاذي شكرا لحددت أستاذة نجلة طيب حتى تتدخل مع أستاذة نجلة وبعد كده نأخذ شكرا لأستاذة نجلة على السؤال طبعا أنا ذكرت أنه التمييز بين التاريخي والإيماني فيما يتعلق بالبحث عن يسوع على نحو خاص وليس المسألة كانت بشكل عام بين الدين التاريخي والدين الإيماني الإيمان بشكل عام برضو بحكم التعريف لا يستلزم الدليل وأن دي مسألة غير مسألة داعش وغير مع أي مسألة أخرى الإيمان بالتعريف لا يحتاج إلى الدليل لا يحتاج إلى البرهان هو من حيث أنه إيمان فهو التصديق القلبي أو التصديق والقبول بما وصل إليه حتى لو يعني موضوع الكلام كله يعني كان أنه في حاجات لا يستطيع التبذيرها أو تسويغها تاريخيا كان حديث حوالي الأنبياء لكن بشكل عام لا يمكن تسوير الوحي تاريخيا ولا الحديث يعني أنا فكرة لما نتكلم عن الثيولوجي بنقول علم نقول اللهوت العلم الذي يدرس الله لا فيش حاجة اسمه العلم الذي يدرس الله لا يوجد علم يدرس الله الله ليس موضوع للعلوم ليس موضوع للفحص أو العلم هو الذيولوجي هو يعني ندرس فيه ما نفهمه نحن وما قلناه نحن البشر بذغتين عن الله في ضوء ما يعني تسلمنا وتلقينا من وحي فهو يدرس ما نقوله نحن عن الله ونرتبه ونصنفه ونبوبه ونضع نضعه في شكل في سياق مقبول مع عقل عقلي وما إلى آخره أو متعقل لكن فالإيمان بالله والإيمان بالمسائل التي تقع في ما يسمى العالم الغيب فهي عالم الغيب لا تحتاج إلى الدليل ولا يمكن إقامة الدليل عليها هي أن تؤمن أو لا تؤمن في كل الحالات الإيمان يستوجب ويستلزم بحكم التعريف القبول بما بأشياء لا يمكن التدليل أو البرهانة عليها لا عقليا ولا تجربيا ويعني بكافة الطرق أما مسألة الدين التاريخي ويعني وإشارتك إلى داعش وإلى آخره طبعا النص النص يمكن تفسيره هناك تفسيرات للنص فيها ما بيدخل في سياقه التاريخي واتقلمين والمقصود والنسبة هناك ناس يعني من يعني تخصصه في علوم الفهم النص والتفسير ويرجعون النصوص إلى سياقاتها وما فيش نص منتزع من سياقه ونص آية ولا تقربه الصلاة واحد ما هو ده نص ولا تقربه الصلاة يعني ولا مش نص نص لكن هو النص ده فين وإيه كمالة النص وإيه 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 فممكن باستخدام النص تؤيد الإرهاب وممكن باستخدام النص تدين الإرهاب وتدعو إلى المحبة والوئام فهناك يعني مساحة كبيرة من التفسير ومن التأويل للنص الذي تؤمن به يمكن التفسير بطرائق مختلفة النص وهناك يعني عامل أخرى تدفع أو عامل معد كثيرة تدفع تفسيرك إلى هذا النص إلى أن يؤيد الأعمال العنف أو أن يؤيد يعني الفتاح والأخوة الإنسانية والمحبة يمكنك أن تجد في النص الذي تؤمن به أيضا إيمانا غبيا غيبيا أنه واحد ما يبرر أو ما يجد فيه العنف أمرا يعني جللا ورزيلا ولا يليق بالإنسانية ولا يليق بإله نؤمن أنه إله المحب للإنسان وخلقته والمعتنب وهو قبل جميع البشر فهي مسألة التأويل إذن مسألة التفسير إذن أشكرك شكرا لحددك دكتور عماد يعني الإيمان بعيف برضو الإيمان ممكن نقول عليه أنه هو قلي والتأويل عقلي يعني الإيمان بيبقى بالقلي يدخل في العقل أكتر أنا أعتقد ده متفق مع رحمة حضرتك ناخد شادي وهيبقى آخر مداخلة لنا شكرا لكتور عماد آخر مداخلة لنا تبقى مع شادي وعشان ما نطول شعر دكتور عماد أكتر من كده إحنا ممعين من 9-8 خضان ياشين أنا أعتقد مداخلة الدكتورة أسماء أو الصديقة أسماء لما قالت أن الدين ذاتي أو فردي بس إحنا هنا بنجد إشكالية دكتور عماد في الأديان الحالية حتى الأديان الأبراهيمية يعني الصراع الجاري حاليا أساسه ديني دول ممكن تحتل باسم الدين جماعات ممكن تقتل باسم الدين فهنا يعني إزاي نخرج من الإشكالية دي يعني إحنا الأديان المفروض زي ما الدكتورة أسماء بتقول هي ذاتية فين الذاتية هنا وهي بتقتل فين الذاتية وهي بتحتل يعني ودرجة إن دول كبيرة المفروضة أنها علمانية أو لبرالية بتؤذر أفكار أفكار أساسا ليس لها أصل تاريخي زي الأنجليكان هنا بيسندوا مثلا الاستعمار الصهيوني والقتل اللي بيحصل دلوقتي في فلسطين فدي كلها ما دي أفكار دينية هل هنا الدين أصبح ذاتي الدين هنا دلوقتي أصبح بيضرني أنا كإنسان فإزاي أخرج أنا من الإشكالية دي إذا إحنا رددنا هذا التاريخ الكاذب أو المدعى أو المزعوم وقالنا دي حقيقة ثقافية ولم ننكرها ولن نتداخل معها فإذا إحنا هنا هنظل في هذا الصراع إلى أبد إلى أن تنتهي تلك البشرية أشكرا أشكرا دكتور عمال شكرا لك يا شادي فضل دكتور عمال أنا من تفهم أشيدي قد في تسؤيل بتاعه شكرا لا أنفين ودين استخدم ويستخدم في العنف أو الحرب الشعرات للحرب لكن عايز ألفت أيضا يعني الانتباه في الحديث إلى أن أكبر أكبر حربين عالميتين في تاريخ الحديث الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية لم تكن بدوافع دينية وكانت بدوافع سيكلور علمانية الفاشية ولم يكن الدين طرفا فيها أنا أذكر قريت جين ألشتين أستاذ العلوم السياسية في جامعة تشيكاغو نص كتاب يعني كان فيه نص حلو كده متقول أننا دلوقتي بنلوم الدين على كل عنف موجود بنعتبر السبب لكل الشرور ولكن في الحقيقة هو الكلام لجين ألشتين عن أكبر حروب دامية في العصر الحديث كانت حروب تقف وراها أيديولوجيات علمانية أنا بأكتب النص أنا كنت كذب مرة على صفحة الفيسبوك فهو المسألة هنا فيه عقلية تريد أن تبرر ما تقوم به من حرب سواء بمقولات دينية أو بمقولات أيضا غير دينية علمانية الحرب الأولى والثانية العالمية الأولى والثانية كانت بناشنال سوشياليزم الوطنية والأصل العرقي والقومية والآخر وهي ما كانت شي دينية ولا حاجة وقتل ملايين ملايين في الحرب العالمية الأولى والثانية وهو أمر بعيد تماما كل البود عن أي عقيد الدينية وكانت عقيد يعني أو تقف وراها إيديولوجيات سيكلر علمانية في المقام الأول فهو يعني هو هو ممكن أن يلبس الصراع ثوبا دينيا وممكن أن غير ذلك ممكن يكون صراع أيضا سياسيا وإيديولوجيا ويقف على أرضية غير دينية أيضا زي الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وزي ما بيحصل دلوقتي هو يقف على أرضية دينية بين اليهود والمسلمين أو المسيحيين أو ممكن وهي يعني تأخذ من الدين ما يخدم هذا التوجه للحرب لكن ليس الدين في ذاته وليس الدين بالضرورة فقط يعني اللي عايز أشير إليه أن أكبر الحروب دموية لم تكن لديان وراءها في القرن العشرين كمامي دكتور نقطة وصلت شكرا لحضرتك يعني ختاما حضرتك شايف أن الدين بيستخدم كأداة بس هو مش السبب في الصراع نفسه هو بس بيستخدم كحجة آه كمام أشكركم شكرا جزيلا لحضرتك على المحاضرة الرائعة وشكرا للحضور وأحب أقول قبل ما نختم إن إحنا إن شاء الله المحاضرة الجاية هتبقى يومي الثلاث مع دكتور عبدالبسط هيكل عن كيف يكون التغيير والإصراح من منظور طه حسين وستجيل إنه الندوة سما هيكل برضو بس مش من نفس العيلة شكرا جزيلا أنا تصورت إنها حد من العيلة لا يعني أخت أو بنته وده فقلت إحنا ممكن نستخدمها في الدعاية بقى بس مش حقيقي شكرا لحضرتك دكتور عماد وشكرا لكل الحضرين معنا شكرا شكرا للجميع تصبحون على خير شكرا جزيلا أستاذ عماد شكرا 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 شكرا